بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه في هذه الحلقة المباركة نتحدث عن قضية كثر الحديث عنها ألا وهي قضية الميراث وهل الشريعة المشرفة تعطي الرجل أكثر مما تعطي المرأة من الميراث وهل في ذلك مخالفة لما ينبغي أن يكون عليه الحال وحينما ندرس هذه المسألة في شريعة الله سبحانه وتعالى نجد أن الشرع الشريف لا يعطي المرأة نصف ما يأخذه أخوها إلا في أربع حالات لا خامس لها يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا يعني أنه لو توفي رجل وكان لديه أولاد ذكورا وإناسا يكون للولد ضعف ما تأخذ أخته وفي حالة أخرى ربما كان لديه أحفاد ذكورا وإناسا وفي هذه الحالة أيضا يأخذ أحفاده الذكور ضعف ما يأخذ أحفاده النساء والحالة الثالثة والرابعة هي حالة الإخوة وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين وهذه الآية الكريمة تتناول حالتين حالة الإخوة المباشرين وحالة الإخوة لأب فنتج عن ذلك أن لدينا أربع حالات آياتها قطعية الثبوت قطعية الدلالة أما الحالات الأخرى التي ربما ترث فيها المرأة ولا يرث الرجال فإن مات رجل وترك بنتا وأختا شقيقة وأخ من أب أو عم أو ابن عم ففي هذه الحالة لا يرث الأخ لأب ولا يرث العم ولا يرث أبناء العم ويحوز التركة كلها ابنته تأخذ النصف وأخته تأخذ النصف الباقي إذن فهذه الحالة النساء هم الذين أخذوا التركة كلها ولو استعرضنا حالات الميراس لوجدنا أن هناك حالات ترث فيها المرأة ويحجب الرجل وهناك حالات كثيرة تلس المرأة أكثر مما يرث الرجل وبناء على ذلك يمكن أن تقول إن شريعة الله سبحانه وتعالى في الميراس لهي فلسفة عميقة يراد بها حكم عالية وهي تعبدية يعني حكمها ليست مجالا للاكتهاد لكننا حينما نثبت أن آيات الميراس قطعية وأن أحكام الميراس دلالتها وجوبية وأن أحكام الميراس تعبدية يعني يجب أن نطيع الله فيها نبحث بسؤال تال ما حكم هذه الفلسفة العميقة فنجد أن الله سبحانه وتعالى يراعي فيها العبء المالي من عليه عبء مالي أكثر ربما يأخذ في التركة أكثر ويراعي الله سبحانه وتعالى فيها درجة القرابة من كان أقرب للميت فإنه يارس أكثر من من هو أبعد وجعل الشرع الشريف الإبن أقرب من الأب فيرس الإبن أكثر مما يرس الأب في كل الحالات درجة القرابة والعبء المالي ومنزلة الأجيال من الموروس فالإبن والبنت يحجبون الإخوة الأشقاء وغيرهم وبناء على ذلك فإنك ستجد أحكام الله سبحانه وتعالى لها علل حكيمة عميقة يراد بها أن توصل المجتمع والخلق إلى الهداية والرشد ومن هنا فإن من لم يفهم هذه الأحكام فهو غافل عما أراده الله سبحانه وتعالى لعباده وهو غافل عن هذا النظام البديع الذي لا يوجد على وجه الأرض وهو أحكام ميراس الله سبحانه وتعالى التي شرعها لعباده وأوحى إلى نبيه بها وعلمهم إياها حتى لا يختلف البشر وحتى لا يتنازعوا فيفشلوا في فهم حكم الله سبحانه وتعالى وأحكامه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفيض على قلوبنا بالهداية والرشاد وأن يرزقنا حسن الفهم عنه وحسن التدبر لكلامه وحكمه سبحانه وحسن أداء ما افترضه علينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض على قلوبنا الهداية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة